ميليشيا الانتقالي تواصل منع مواطنين من دخول عتق مركز محافظة شبوة بدوافع مناطقية حقوقيون يحذرون من مستقبل قاتم يستهدف الحريات والعمل الحقوقي في عدن وجريح بقصف طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في الضالع احياكم الله في نشرتين اخبارية مفصلة على قناة يمن شباب والبداية من شبوة اذا فاد مصدر محلي بمنع ميليشيا الانتقالي الاماراتي عشرات المواطنين من دخول مدينة عتق مركز محافظة شبوة بدوافع مناطقية ووفق للمصدر فقد منعت الميليشيا المواطنين القادمين من عدد من المناطق الى مدينة عتق عبر المدخل الشرقي للمدينة حتى شمل المنع المسافرين وكل ابناء المحافظات الشمالية بما فيهم التجار وساكن عتق الذين تكدسوا بالعشرات في مداخل المدينة واتزمن منع المواطنين مع دخول عتق مع اقتحام ميليشيا الانتقالي مستودعات منظمة الوصول الانسانية للشراكة والتنمية في شبوة وانهب محتوياتها بحسب المصدر وكانت ميليشيا الانتقالي شنت عقب سيطرتها على عتق حملة اختطافات استهدفت عدد من المحال والمنازل التابعة للمواطنين من ابناء المحافظات الشمالية بعد سنوات من الحرب الخفية على الشعب اليمني وقوات الجيش الوطني انكشفت الخفايا وتجلت حقيقة ابو ظبيه بعد ظهور وثائق الوحدة الاماراتية الخاصة والتي تستخدمها في ادارة ادواتها باليمن أعوام طويلة من الحرب لم يعد بعدها من الصعب على اليمني ان يخرج بقناعة مفادها ان مشروع الامارات في اليمن ليس استعادة الشرعية ومجابهة المشروع الحوثي بقدر ما هو تفتيت الشرعية وتنفيذ اجندات خاصة اليوم وبعد ثمان سنوات انكشف القناع وبان المستور بعد ظهور وثائق خاصة للعلن كشفت عن وحدة اماراتية خاصة تستخدمها ابو ظبي لادارة كل ادواتها في اليمن ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح وبعض الويات العمالقة والوحدات التابعة لعمار صالح والنخبة الحضرمية النخبة الشوانية وقوات دفاع شبوة والقواعد العسكرية اضافة الى مراكز الاحتجاز الخاصة والميليشيا في سقطرة الوحدة الخاصة تيه التي اكتشفتها الوثائق السرية تستخدم في مراسلاتها مؤسسة الهلال الاحمر الاماراتي كمظلة لاعمالها القدرة في اليمن وكأداة للتواصل ترسل المرسلات الى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس الهلال الاحمر الاماراتي لكن في الحقيقة لا تحتوي اي عمليات انسانية عد كونها عمليات تابعة للمخابرات بحسب 53 وثيقة ضمن تقريرين في 2019 و2020 للوحدة الخاصة وتقرير اجتماعا خاص لقادة الوحدة الخاصة مع مستشار امني لولي عهد ابو ظبي في ذلك الوقت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فان الوحدة الخاصة تيه ترسل تقاريرها النهائية الى مستشار جهاز امن الدولة الشيخ طحنون بن زايد وقيادة جهاز امن الدولة الاخرين تتلخص ابرز مهام الوحدة الخاصة فيه عمليات خاصة ضد الجيش والقبائل في محافظة مأرب ثم النفوذ والسيطرة والعمليات الاماراتية في سقطرة وحضر موت اضافة الى عمليات خاصة في الساحل الغربي وميناء عصب في ارتيريا وتحت هذه المهمات العديد من الاهداف والعمليات التي نفذت استهداف الحكومة الشرعية وضرب وحدة اليمن واستقراره شراء ولاءات وانشاء سجون خاصة يقبع فيها اكثر من 2100 معتقل يمني اغتيالات وقتل بالهوية تجسس واختراق احزاب سياسية وشخصيات بارزة وابتزاز واستقطاب لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل شمل ايضا تكوين قواعد عسكرية انشاء خلايا نسائية تمويل جيوش انلكترونية وخلايا اعلامية استقدام مدربين اسرائيليين وامريكيين زرع خلايا في اوساط الجيش بمأرب وسرقة النفط والغاز من شبوة استقطاب قادة وسياسيين ووجهاء قبائل واستغلال الهلال الاحمر لتنفيذ اعمال استخباراتية واستهداف المعارضين وللمتابع والمشاهد ان يظن ان قائمة اهداف الوحدة الاماراتية تمويل مشروع الانفصال تنتهي عند هذا الحد لكنها على العكس من ذلك توسعت وتمددت لتشمل شراء احزاب سياسية وتدريب وحدات اعلامية داخل اليمن وخارجها واطلاق مواقع الكترونية وقنوات لبث خطاب الكراهية ونشر شائعات واستهداف الجيش والحاضنة الشعبية اضافة الى استخدام الانتقالي والنخب والاحزمة الامنية وطارق صالح وعمار صالح لتنفيذ مخططات عسكرية وامنية وتوسيع خارطة نفوذ الامارات وضرب الشرعية وتفكيكها وتمويل مشروع الانفصال والادارة الذاتية الجنوب وما ذكر هنا غيض من فيضة خبايا المشروع الاماراتي وما خفي اعظم في السياق قال معهد امريكي ان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن هو الخاسر الاكبر من احداث شبوة التي سيطرت فيها ميليشيا الانتقالي على مركز المحافظة عقب مهاجمة القوات الحكومية بغطاء من الطيران الاماراتي وافاد في تحليل انشره معهد دول الخليج العربي في واشنطن انه كان يفترض ان يقوم المجلس الرئاسي باعادة توحيد الجماعات المختلفة المناهضة لميليشيا الحوثي في تحالف واسع قادر اما على تقديم جبهة عسكرية موحدة لمحاربة الحوثيين او التفاوض بصوت واحد واكد ان احدث شبوة سلطة الضوء على عدم وحدة المجلس الرئاسي الامر الذي يهدد قدرته على تشكيل جبهة مشتركة ضد ميليشيا الحوثي مشيرا الى انه يمكن للحوثي الجلوس والتمتع بفوائد الهدنة الحالية وانتظار المجلس الرئاسي لكي يمزق نفسه بنفسه حذر ناشطون وحقوقيون من مستقبل قاتم يستهدف الحريات الصحفية والعمل الحقوقية في العاصمة المؤقتة عدن جاء ذلك في تغريدات لناشطين وحقوقيين للتعليق على اختطاف ميليشيا الانتقالي الاماراتي رئيس منظمة طوق للحقوق والعدالة والتنمية المحامي مازين سلام كانت مصادر حقوقية افادت باختطاف ميليشيا الانتقالي للمحامي سلام عقب اعتراضه امس في مدخل خور مكسر اثناء قدومه من محكمة صيرة برفقة اسرته حيث اختطفته وصادرت هاتفه واقتادته الى جهة غير معلومة افدت مصادر ميدانية باسقاط قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية في محافظة مأرب وقالت المصادر ان قوات الجيش اسقطت المسيرة الحوثية في الجبهة الجنوبية للمحافظة والتي تشهدها جماتر ومحاولات تسلل للميليشيا بشكل شبه يومي ذلك في طار خروقات الميليشيا للهدنة الاممية وفي وقت سابق من امس الاحد اعلن المركز الاعلامي للقوات المسلحة استشهاد واصابة 12 جنديا من منتصبيها في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وفي الضالع قالت مصادر عسكرية ان طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوث الارهابية استهدفت مواقع للقوات المشتركة شمالية المحافظة ووفقا للمصادر فقد اصيب جندي في الجيش عقب شن الميليشيا ضربات بالطيران المسير على مواقع المشتركة في قطاع الفاخر وتبت عثمان غرب مديرية قعطبة اشار الى انه في وقت سابق من الاسبوع الماضي استهدفت ميليشيا الحوث بطائرات مسيرة للأحياء السكانية ما تسبب في اضرار كبيرة بمنازل المواطنين في قرية المشاريح بمديرية قعطبة دهمت ميليشيات الحوث الارهابية منازل المواطنين في مديرية الحدى بمحافظة ذمار واختطفت العشرات منهم في حملة هي الثانية خلال 24 ساعة ووفقا لسكان محليين فان الميليشيا جددت مداهمة منازل المواطنين في منطقة مخلاف كومان سنامة واختطفت عشرات الاهالي بينهم كبار في السن كما اعتدت على عدد من النساء وذلك على خلفية رفض عقال ومشائخ المنطقة تحشيد الشباب لمعسكرة ميليشيا الحوث للزج بهم في الجبهات وكانت ميليشيا الحوث بدأت حملة اختطاف الاهالي بمزاعم وقف الصراع بين قريتي كومة سنامة وسبلة بني بخيت غير ان السكان نفهوا هذه المزاعم واكدوا ان الحملة جاءت لاختطاف المواطنين لرفضهم حشد ابنائهم للدورات الحوثية والجبهات الى ذلك فدت مصادر قضائية باحالة ميليشيا الحوث الارهابية قاضيا للمثول امام دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية بهيئة التفتيش القضائي بصنعه لرفعه دعوى قضائية ومطالبته بحقوقه ورواتب القضاء وطبقى للمصادر فان الميليشيا استدعت القاضي عرفات قائد جعفر قاضي محكمة غرب ذمار الابتدائية ودعته للمثول والحضور امام دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية بهيئة التفتيش بصنعه يوم الاربعاء الواحد والثلاثين من اغسطس المقبل المصادر قالت ان استدعاءه جاء بعد رفعه دعوى طالب خلالها بصرف المرتبات المنهوبة من قبل مجلس القضاء وهيئة تفتيشه منذ ثلاثة اعوام وتعويضه التعويض العادل عما طالهم من اضرار مادية ومعنوية نتيجة قراراتهم العبثية والمخالفة لصحيح القانون وفق لنص المادة 101 من قانون السلطة القضاء القضائية النأفذة طلبت منظمات محلية عاملة في مجال الإغاثة بمأرب طلبت المنظمات الدولية بتوفير مخزون للطوارئ يلبي احتياجات النازحين خصوصا عند حدوث الكوارث الطبيعية كالسيول التي جرفت منخيمات النازحين في الأيام الماضية جاء ذلك خلال احتفالية اقيمت في مدنة مأرب بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني واشرت المنظمات إلى أن التدخلات الإغاثية والإيوائية لا تسد الاحتياج الموجود وهو ما يتطلب إعادة النظر في حصة المحافظة من المساعدات المقدمة عبر المنظمات الدولية نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس ونحن هنا نطلب من المنظمات الدولية والمحلية والأممية تعزيز وتعميق الشراكة وتفعيلها مع المنظمات المحلية لأنها الأقدر على الرسول ولأنها الأفهم لواقع العمل الإغاثي والإنساني في إطار محافظة مارب والمحافظة الأخرى ونحن كذلك نطالب جميع المنظمات الدولية والأممية والمحلية بعمل مخزون للطوارئ مخزون يلبي احتياجات ما تقع من أزمات وكوارث حيث أن الاحتياج كبير لأن عدد النازحين هنا في إطار محور مارب أكثر من 2 مليون نحن في مارب في أمس الحاجة خاصة في الظروف الآنية وظروف الكوارث الطبيعية الأمطار والسيول والأعاصير نتمنى من المنظمة الدولية أن يكون لديها مخزون طارئ خاصة في ظل ما تعيش المحافظة من كوارث الأمطار والرياح وما يتعرض له النازحون في مخيمة النزوح في محافظة مأرب نتمنى من هذه المنظمات أن يكون لها مخزون طارئ يسد الحاجات التي تتعرض لها هذه الأسر في المحافظة في السياق أحيات شبكة المبادرات الشبابية بمأرب اليوم العالمية للشباب بفعالية تكريمية بدعم من مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة كرم خلالها عدد من الشباب الذين لهم إسامات ملموسة في الجانب الخدمي والاجتماعي والإنساني رغم جراحه التي أصيب بها في جبهات الدفاع عن الجمهورية يواصل زكريا البحري مشوار العطاء من خلال مبادرة روح شبابية التي كان لها إسهاما كبيرا في الجانب الاجتماعي في محافظة مأرب أحسست بذاتي وبينحس أنه أنا بين أقدم خدمة للمجتمع وراضي عن ما بين أقدمها وإن شاء الله يكون أنه الأيام القادمة نفعل أشياء تخفف عن معاناة النازحين كدورنا كشباب يعقد زكريا ورفاق اجتماعاتهم ويحددون أهدافهم بدقة في كل مبادرة ينفذونها في جانب التوعية والإرشاد والحملات الصحية والبيئية وغيرها فيها أشياء كثيرة أولا دائما المبادرات في أي مجتمع هي بتكون لها دور كبير فسواء للدولة لأن الدولة ما بتركزش على الحاجات البسيطة فالمبادرات هذه بتجي تغطي هذه الأشياء الفترة الأخيرة أقامنا حملات توعية بمخاطر كورونا هذا من ضمن المشاريع أيضا مشاريع في المخيمات مساحة صديقة للأطفال في مخيم الميل في مشاريع كثيرة المبادرات أو الدولة التي بتغفل عنها الدولة أو المبادرات هي التي تجي تغطيها احتفل زكريا ورفاقه في المبادرات الشبابية باليوم العالمي للشباب في محافظة مأرب بدعم من مكتب الشباب والرياضة الذي أفرد مساحة لشبكة المبادرات الشبابية وكرم الشباب المبدعين والمبرزين في الجانب الاجتماعي والخدمي في المحافظة ونحن سنكون عوناً وسنداً لكل المبادرات التي من شأنها رفع الوعي لدى الشباب وصق المواهب الشباب ووجود إيجاد الإبداع ونحن على ثقه بأن شبابنا الرائع في كل المبادرات سيكون سنداً وعوناً كوننا نعيش وضع استثنائي في هذا البلد وندعو إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة وأن المبادرات جميعها تجتمع على قلب رجل واحد ونحن بإذن الله في السلطة المحلية وزارة الشباب ورياضة سنكون لهم سند مبادرات شبابية ساهمت في خلق الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الاجتماعية رغم التحديات التي تواجهها هذه المبادرات كالتمويل من قبل الداعمين والإشراف المباشر من السلطات المحلية لتسهيل عمل تلك المبادرات والدفع بها إلى أماكن الاحتياج رغم ذلك استطاع هؤلاء الشباب فرض واقعا استحق التكريم عليه والإشادة بالجهود الشبابية المبذولة رغم العوائق التي فرضتها حالة الحرب والاقتتال في أطراف المحافظة محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب قال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مارب عبد الحكيم القيسي النظروف التي يمر بها النازحون تتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل المنظمات الإنسانية وخصوصا المنظمات الدورية وأكد القيسي في تصريح اليمن شباب أن الجهود المبذولة من قبل المنظمات المحلية والدورية لا تفي بالغرض نتيجة الاحتياج الكبير والمتنامي مع استمرار موجة النزوح بسبب الحرب والكوارث الطبيعية التي ضاعفت من معاناة النازحين نشد على جميع المنظمات الإنسانية أن تحشد لهذا الأخوة النازحين في محافظة مارب لأن نظر للضروف التي يمرون بها وخاصة في هذه الأيام التي تعصف مخيمات ثم الرياح والأمطار ونحن في السلطة المحلية سنسهل ونقدم كل الخدمات التي يحتاجها الأخوة في المنظمات الدولية الحقيقة الجهود لا تفي بالغرض الذي لأن الاحتياج أكبر من الطاقة وحقيقة تبدل للمنظمات الجهود لكنها دون المستوى المطلوب الذي نتمنى ونتعشمه أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأسر المتضررة من السيول والفيضانات الأخيرة في اليمن إلى أكثر من ستة وثلاثين ألف أسر أغلبها من الأسر النازحة وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في تقرير حديث أن الأمطار الغزيرة والفيضانات من منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف غصص الجاري أدت إلى تدمير الممتلكات وسبل العيش وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وتسببت بخسائر في الأرواح في بعض المناطق ووضحت تقرير أن 36 ألفا ومائتين وخمسة أسر تضررت من الفيضانات في محافظات حجة والجوف والحديدة وأمانة العاصمة وعمران ومأربا وصنعا يشكو سكان مدينة المكلة من طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء والشوارع بشكل مستمر ما تسبب في انتشار الأمراض وتضاعف المعاناة أشكلت أزمة مياه المجاري صخطا شعبيا واستياءا كبيرا في أوساط المواطنين خصوصا وأنها تفاقمت بشكل خطير في السنوات الأخيرة مطالبين مؤسسة المياه والصرف الصحي والسلطة المحلية بمعالجة هذه الكارثة باتت أزمة طفح مياه الصرف الصحي في مدينة المكلة مشهدا مألوفا ومزعجا في الوقت نفسه فالإصلاحات المؤقتة للشبكة ليست كافية لمنع تسربها إلى الطرقات وتسببها بانتشار الأوبئة والروايح التي تشكل معضلة مورقة للأهل تعاني بلينة المكلة وضواحيها في كل فترة من طفح المجاري الذي يعاني تعاني منها جميع الأحياء وجميع المواطنين يعانون من الروايح الكريهة ومن الأمراض ومن الأوبئة بدون أي حلوة جدرية مؤسسة المياه والصرف الصحي تقوم بإجراءات ترقيعية لا جدوى منها لا يوجد خطة لعشر أو خمسة حيس سنة للمجاري في ميادة المكلة يوجد يوميا انسدادات يوميا الشوارع طافحة بالمجاري الصورة المستمرة التي يتم بها تصريف كميات كبيرة من مياه المجاري إلى الشواطئ لتختلط بمياه البحر سببت مشاكل كثيرة أهمها تضرر الحياة البحرية وثلوث الشواطئ يعتبر التلوث من مخلفات الصرف الصحي من أخطر وأهم من أن تدخل إلى البيئة البحرية حيث أنه تأثر على البيئة البحرية من نواحي كثيرة أول شيء تضر في البيئة في البيئة البحرية بشكل خاص حيث أنه تأثر على الكائنات البحرية وتحصل مشاكل كبيرة في السلسل الغذائية الأضرار الخطيرة التي تخلفها مياه المجاري على صحة الأهالي والكائنات البحرية إضافة لتشويه المناظر العامة وتلويثها ظلت لسنوات طويلة دون حلول جذرية من قبل الجهات المختصة معتز النقيب يمن شباب المقل رياضيا يبدأ المنتخب الوطني للناشئين غدا الثلاثاء أولى مواجهته في بطلة كأس العرب في الجزائر بلقاء يجمعه أمام نظيره العماني ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية وكانت بعثة المنتخب وصلت مساء أمس الأحد إلى الجزائر قدمة من مصر أنهت المعسكر القصير الذي خلط فيه مبارتين تجريبيتين وإلعبوا منتخب الناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات ليبيا وتونس وعمان ختم النشر عدوا أذكروا بأبرز ما جاء فيها ميليشيا الانتقالي تواصل منع مواطنين من دخول عتق مركز محافظة شبوة بدوافع مناطقية حقوقيون يحذرون من مستقبل قاتم يستهدف الحريات والعمل الحقوقي في عدن وجريح بقصف طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في الضالع ختمة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة